والمحاسبة تتحدث كيف كيف الحوثيين أو القيادات الحوثية تمتصل أموال عائدات الموارد أو عائدات الضرائب والجمارك وعائدات المؤسسات الخدمية الموجودة تحت السيطرتهم كيف تذهب هذه الأموال إلى أجيابهم كيف يتم توظيف شخصيات لا علاقة لهم بتلك المؤسسة وليس لديهم تعليم على الأقل متوسط أصار طفل ممكن يكون مدير إدارة أو مدير عام وهذا من ضمن الفساد الكبير الفساد الذي تمارسه بالجماعة الملشيات الحوثية أيضا ما تتحدث عنه الملشيات الحوثية عن صناعة مثلا بعض أحيانا قالوا بأنهم يصلاح الطرقات في مناطق معينة أو إعادة الزفلت انتصرفوا ملايين الريالات بحقق واحد وبالأخير لم يتم إصلاح طرقات لم يتم تأسيس يعني عادة أو طباعة مكاتب للمدارس لم يتم حتى المياه يعني هناك المياه يتم فرضها على السكان ما فيش مياه يتم فرض رسوم كهرباء بإكباريا على السكان يتم يعني نهب الممتلكات الأراضي الأوقاف الأوقاف ترجمة نانسي قنقر